طبية الحال احنا في ايام الانتخابات فيما يبدو ان ايام الانتخابات دي هتبقى ايام مفترجة على البواطن المصري هتتحل فيها المشاكل وهيقرب فيها البعيد ومرة واحدة كل حاجة كانت عجزة عنها الحكومة على مدارة 3-4 سنين اللي فاتوا بتتحل السكر نموذج بقالنا شهرين دلوقتي بنبحث اين ذهب السكر من يسرق سكر المصريين ليه السكر مرة واحدة زاد 100% بعض المحافظات ما فيهاش سكر السكر مش موجود في السوق الحر مش موجود في التموين مش موجود عند المجمعات الاستهلاكية فتفضل علينا قبل كده السيد وزير التموين وقال ما عندناش مشكلة طلع السيد مساعد وزير التموين وقال ما احناش عارفين السبب قم قبل كم يوم وقرب الانتخابات انتخابات طبعا بعد ساعات او ايام بدأنا نشوف السكر بينزل سعره بعد ما كان 55 بيتم طرحه في بعض المحافظات من السيدة المحافظين شخصيا ب 27 جنيه ليه لجل سواد عيون المواطن المصري لجل ان احنا نخش على على وقت الانتخابات وما عندناش مشاكل وما عندناش ازمات قال يعني كده هم حلوا ازمات المواطن لكن النهاردة بنكتشف ان اللي كان عامل المشكلة دي كلها هي الحكومة عارف انت المثل بتاع حميها حرميها ده اللي حصل في ملف السكر بارح الرقابة الادارية دخلت او طبت على وزارة التموين وابطت على السيد مستشار وزير التموين وقال لك طلع من الوزارة بكلبش تفاصيل الابض على مستشار وزير التموين اللي حصل قال لك ان السيد المستشار عامل اصابة ومعه 8 قيادات في 3 محافظات في الجيزة والقاهرة والمينيا هم اللي بيسيطروا على السكر مخزنين البعض في المخازن بتاعتهم باعوا لبعض التجار في السوق السوردة يعني بالنهاية الليلة او الفضيحة الكبيرة في ضيحة السكر شالها السيد المستشار ومعه 8 موظفين مستشار وزير التموين اتورط مع 8 اخرين في التلاعب باسعار السكر وحصل على رشاوة رقابة الادارية قلقت الابض على مستشار الوزير من مكتب وخرج من الوزارة بالكلبشات جهات التحقيق بتستجوب مستشار الوزير والمتورطين معاه في شبكة الفساد بالوزارة جهات التحقيق واجهة المتورطين في وقعة الفساد بالتسجيلات وقالك ضمن شبكة فساد بالوزارة يعني احنا كده خلاص عرفنا ايه سبب ازمة السكر في البلد هي وزارة التموين الفروض بقى السيد وزير التموين يتحمل المسئولية الادابية والمسئولية القانونية ويطلع يقدم استقالته السيد رئيس مجلس الوزارة اللي قبل كام يوم طلع قال لنا ما عندناش مشكلة في السكر ودي ازمة عالمية ما طلعتش ازمة عالمية دي طلعت ازمة محلية داخلية ازمة فساد ونهب وسلب في بلد كل حاجة فيها قبل البيع في بلد كل حاجة فيها قبل للنهب والسلب والمواطن اللي واحده بيدفع التموين ده اول واحد تم الابض عليه داخل ثلاث محافظات الابض على ثمن مسئولين كبار بوزارة التموين ما شاء الله يعني قلوهم في مرتبة وكيل وزارة او مستشار وزير لو بقى لا كانوا بيقولولنا ان البقال اللي بيلعب ولا التجار هم سبب ولا المحتكرين هم سبب ده اللي احتكر السكر وعمل الازمة من ما فيش بعد ما كنا دولة بنقترب من الاكتفاء الزاتي وبعد وعد سيادة الوزير بالاكتفاء والتصدير وان احنا نغطي السوق المحلي ونصدر للسوق العالمي رجالة سيادة الوزير هم اللي عاملين الازمة تلت محافظات تامن مسئولين هم اللي عاملوا الازمة حسن ما بيقول هذا الخبر لكن اولهم طبعا الخبر اللي بعده قالك الابض على احدهم في حطي الخبر البعض لو سمحت في محافظة اوت الجيزة على خلفية فساد الوزارة الابض على وكيل مديرية التموين في الجيزة واثنين اخرين تم ابض على اتنين فقيرة وكمان الابض على اتنين في محافظة المنه لكن السؤال الغريب انت ابضت على موظفين في تلت محافظات وهم اللي عاملوا المشكلة طب ماذا عن باقي الجمهورية مين بقى اللي عامل المشكلة في اسكندرية ومن اللي عاملها في البحيرة ومن اللي عاملها في الفيوم وازاي وصلت المشكلة للشرقية والمنوفية محتاجين حد يطلع يقول لنا طالما انت جامد قوي ومسيطر قوي وعندك تسجيلات وعارف من اين يؤكل الكتف ومساكت النصاب او الحرامي متورط وطلعته من مكتبه بالكلبشات قول لي بقى بقى المحافظات حصل فيها كده ليه طب والسكر اللي كانوا مخزنينه راح فين حتى السكر ب27 جنيه كرشاوة انتخابية للتحشيد لانتخاب السيسي او حتى الذهاب للانتخابات الخبر هو طبعا الفضيحة كمان خدت في سكتها رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة على خلفية قضية فساد والرجل قدم استقالته تمهيدا لمحاكمته ده باختصار واحدة من القضايا والمشاكل اللي بيقابلها المواطن لو تدور على الرز هتلاقي ايضا نفس المشكلة تدور على اللحمة على الدواجن على البيض على اللبن تدور على مشكلة الدولار مش بعيد تلاقي واحد من الحكومة من اول رئيس مجلس الوزراء لحد وكيل وزارة متورط ده ودي مصر يا سعاد زي ما كان بيقولها مشكلة حصلت من ما فيش سعر الكيلو نط من حاجة وثلاثين لخمسة وخمسين دخلنا على الانتخابات فقرروا يحلوها او يضحوا بكام واحد من رجالتهم بالنهاية حميها حرميها واللي سرق سكر المصريين هي وزارة التموين اللي مسؤولة عن توفيره اعتقد هنقفل او هنقفل ملف السكر على كده انا لا اعتقد لان الازمة ربما تكون اكبر من الحدوطة اللي اتعاملت قبل الانتخابات اتوقع شخصيا ترجع الازمة تاني بعد الانتخابات لان المشكلة بالمقام الاول مشكلة زراعة نقص 30% من المحصول مشكلة انتاج نقص الانتاج ومشكلة ادارة او سوق ادارة المناخ